اهلا بكوا عزيزي المشاهدين معكم احمد عبد الشافي من قناة استاذ جرامر يريت الى اتفرج عليها الاول مرة وما عملش سبسكرايب او اشترك لقناة استاذ جرامر يريت ندوسها عكلمة اشتراك وسبسكرايب مع تفعيل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد لشرح مناهج الدراسية للغة الانجليزية في جميع المراحل الابتدائية والعدادية والسنوية معانا يونت 5 it's my birthday it's my birthday عيد ميلادي I am ten How old are you honey يعني أنا عندي عشر سنين أنت عمرك كم يا هاني نولتين I am ten How old are you honey لما أسأل حد عن عمره أو سنه كام أقول له How old are you ردي هاني قال I am six I am six I am six two I am six two I am seven I am seven وأنا عندي سبع سنين يعني هنا هو بيعلمني الأرقام Look, listen and trace أبدأ أعد كده وأشوف عندي كام شامعة لأن بعد كده هعمل trace أعيد على النمبر عشان أحفظه قويس عندي دستورة قوانية وتحتها فيها نمبر سيكس اللي هو ستة seven eight nine ten هو هنا مش بيعلمك الأرقام بس ده بيعلمك إزاي تمشي بالألم على الرقم وتتعلم تكتبه بطريقة صحيحة لأنه بعد كده هتطلب منك match and say هتبدأ بعد ما تعلم بتعمل trace بالألم هتبدأ توصل وبعد ما توصل تنطق بقى عندك هووصل لك ten رقم ten بالصورة الأولية اللي هي فيها عشر بلونات بعد كده هوصل بقية الأربع أرقام learn sounds with busy bee هنا هنتعلم بقى فونيكس ننطق حرف c وننطق حرف o حرف c معايا ثلاث كلمات cake 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 اللي هي الطرطة card card اللي هو البوست كارد بتاع التهنئة candle candle اللي هي الشمعة orange orange البرتقالة oil oil اللي هو الزيت olives olives اللي هو الزيتون هنا بيعلمني هنا بيعلمني الهاند رايتنج اللي هو الكتابة برضو هعمل trace على حرف c أبدأ من رقم واحد لحد ما أوصل لنهاية السهم بعد كده أبدأ أقرأ كلمات cake card candle cake card candle كده كده حرف O هبدأ أقمشي والخط على حرف O orange oil olives تاني orange oil olives تعالوا بقى نتعلم هنا الألوان وننتقل الألوان وبعد كده نلون رقم واحد red red اللي هو اللون الأحمر orange orange اللون البرتقالي yellow yellow الأصفر green green الأخضر blue blue الأزرق black black الأسود تحت هعمل listen to color أبدأ أسمع وبعد كده ألون باللون زي اللي فوق بالزبط الدرس ده بيعلمني count and write count and write count and write هعد وبعد كده أكتب وبعد كده number two listen and color هسمع وبعد كده ألون أعد وبعد كده أكتب أنا عندي هنا number one number one في كيك في كيك واحدة بس بعد كده الصورة فيها بلونتين بقى ده كام two اتنين بعد كده في عندك كام cupcake أو كام شبعة في three بعد كده في bravo four five وكمل تحت بقى بقية الأرقام عندي six seven eight nine ten في الدرس اللي انتو شايفينه ده بيقول لي show and tell يعني انت كده واقف زي ولد كده ماسك هو حاجة بيوريها لي آآ أصحابه وزميله وبيبدأ يقرأ الحاجة اللي بيشاور عليه يعني مثلا لو احنا شايفين كده هو بيشاور على الموزعب أو هيقول بنانا يعني انت ممكن برضو تمسك أي حاجة كده ومساعدة بابا أو مساعدة ماما تبدأ تشاور وتقرأ الحاجة اللي عندك زي في التمرين الثاني اللي في الجنب اليمين احنا شايفين مع بعض هنا بيعلمني vocabulary من اول six لحد ten بعد كده حرف السي وحرف الاول اللي احنا كدناهم وبعد كده عندي في العد كام شبع عندك وبعد كده الارت اللي هو فيها الالوان هنا بيقول لي look and color هبص وبعد كده الاول خلي بالك نمبر سيكس جانبه الكرايون اللي هو لونه بالنفس اللون كده و seven جانبه برضو ألم الالوان لحد نمبر ten هبص على الكيك على الترطة هلاقي فيها برضو نفس الارقام ابدأ بقى اللون بالرقم اللي موجود على الترطة او بالرقم اللي موجود على الكيك اتمنى عزيزي المشاهدين يكون درس النهاردة درس سهل وقدرنا نستوعبه بطريقة سهلة وبسيطة انتظروني في مزيد من الدروس على قناة استاذ جرامر في جميع مناهج اللغة الانجليزية وتعليم الانجليش لانجوج بطريقة سهلة وبسيطة بعيدة عن التعقيد تحياتي كان معكم احمد عبدالشافي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة